السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا انور ودي قناة سمارت انجليش اهلا بيكو احبابي المتابعين من كل مكان في انحاء العالم دول العربية وفي مصر وغيرها لكم منا كل تحية وتقدير واحترام انتم فعلا تاج على الرؤوس ووسام على الصدر وشرف لي ان اكون بصحبتكم على تلك القناة زي ما وعدناكو يا شباب قبل كده قلنا هنبدأ سلسلة شرحات وفينا النهاردة بالوعد وبدأنا فعلا شرح سلسلة في الجزء ده شباب محتاجك تركز معي جدا لان في الجزء ده مهم قوي تتعرف على هو بيتعامل معك في ايه ميدي لك السؤال ده عبارة عن ايه او يقصد منه ايه بالزبط لانك لو اكتشفت محتوى السؤال والمهارة اللي بيتعامل معها على طول ايجابتك تكون ولذلك بطلب من حضراتكم التركيز على المهارات والبحث عن زي ما تعودنا وهو تحليل الجملة بحس تكتشف الجزء النقص ايه في هذه الجملة وبنان عليه تعمل اختيار صح لهذا الجزء طبعا جزء اهم جدا في اختبار التفل وايضا تقدر تحصل من عليه او من جوه درجات عالية جدا لازم تستغله بزكاء يلا بنا نشوف تفاصيل هذا الجزء ولكن بعد الفاصل اهلا بكم يا شباب مرة تانية انا انور ودي قناة سمارت انجليش الاول مرة يشوفنا يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على اشارات الكل حتى يتمكن من متابعة كل جديد وحاصر على القناة على بركة الله نبدأ مع بعض ونشوف اول جملة مع بعض بيقول طيب طيب تعال اول خطوة نعملها شباب بنقول ان عندنا وعندي الفيرب موجود معايا في الجملة اللي هو از طيب هل اقول ا وبعدين ده ناول يعني ده المفعول بتاع ولا ات ولا ذن ولا مور طبعا الدقيق والصح جدا ان هي كلمة ا اللي هي الاختيار رقم اي تمام لبا لان حدوك انا مش محتاج اداء ات لان ده مكان يبقى المفروض وراه مكان يعني انشطة زراعية قيادية او رائدة تمام يبقى تاخد اداة ناكرة ا فاقول رقم اتنين يا شباب يقول although thunder and lightning are produced at the same time light waves travel faster space so we see the lightning before we hear the thunder الرعد والبرق بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت ولكن امواق الصوت طبعا او الضوء بطبع اصرع من الصوت وبنان علي انت بتشوف البرق قبل الرعد قبل ما تسمع الرعد تمام طيب هل اختار number a than sound waves do ولا than sound waves are ولا do sound waves ولا sound waves بس طيب تعال اعمل تحليل لجملة الاول كده هنلاقي الجملة الاولى عندنا الرابط اقلصو زي ما حضركم شايفين وبعدين thunder and lightning ده السبجكت بتاعي وار برديوز ده الفعل بتاع الجملة fail passive اوكي طيب الجملة التانية light waves ادي السبجكت بتاعي light waves وبعدين travel faster ده travel ده البرب طيب لما اشوف faster على طول يبقى في زين لاني دي سيغة مقارنة فيبقى ده طبعا لانه بيتكلم عن اداء نشاط معين او اكتيفتي معين فبيتكلم على اداء الصوت والضوء لحركة معينة فهتستخدم الاختيار رقم ايه وليس غيره ونروح على رقم تلاتة يا شباب بيقول كل لحوم البيف الخاصة بالابقار هي الاكثر اهمية من بين كل حيوانات المزارع للنمو الاقتصادي في المناطق الجغرافية طيب لما نيجي نعمل تحليل الجملة هنلاقي الجزء الناقص عندي هو البرب لان البيف كاتل ده السابجيك تمام كده لكن انا محتاج في الفراغ ده الفعل كل ده جره مجرور ملوش اي لازمة تمام وبحزفه تماما يبقى انا عايز فاعل هنا موجود الفاعل يبقى انا عايز فاعل طيب البرب هنا في المكان ده هقول ايه هل رقم ايه المفروض الاجابة هنا يا شباب تكون تب ليه بحط لان حضرتك زي ما انت شايف كده الفاعل وبعدين ييجي الفعل ماقولش ده صيغة التفضيل ماينفعش افصلها بالفعل ده رقم واحد يبقى لذلك احط ثم صيغة التفضيل واحد يقول تب ليه ما قلت تماما اقول له لأ انت بحتاج حضرتك الفعل الاول ثانيا ماينفعش رابطها لاني دي جملة واحدة يبقى رقم دي خطأ وكيف اوينان عليه الاجابة هتبقى رقم بي هي الاجابة السليمة فنروح على رقم اربعة شباب بيقول لما نعمل تحليل لهذه الجملة حنلاقي ده الاكتشاف ده السبجك بتاعي وفذا كذا ان كذا كل ده جره مجرور تمام ميد ده الفعل بتاعي تمام الفرب ويت ده ده الابجكت جعل منه يبقى لازم استخدم هنا مثلا الصفة تمام وتوه المصدر فايب الاجابة رقم بي ايضا هي السليمة معنا في هذا الجز واحد يقول لي غلط ليه تمام لان انا بعد الجملة دي محتاج اقول من الممكن ان ينتج ينتج ايه انا محتاج فعل مصدري بتوى المصدر وبعدين الابجكت بتاعي طيب ده هنا ده خلى معناها امكانية تمام ما تنفعش ايضا خلىها امكانية من اعادة الانتاج ده ظرف وبعدين فاعل ما ينفعش بالشكل ده لازم اجيب بعد الفاعل فاعل على طول او على الاقل الصفة المصدرية اللي ملحقة بتوه المصدر وبنان عليه ادقي اجابة هي رقم بي فاقول كده جعله ممكنا او جعل من الامكانية تبروديوز فوتوغراف ان تنتج صورا في الكتب والمجلات او على رقم خمسة شباب بيقول فلاق دي is a legal holiday only in the states of pennsylvania وبعدين بيقول ان يوم العلم ده هو عطلة رسمية وشرعية فقط في ولاد بنسلفانيا هنختار انهي رابطة من دول يا شباب هل هوتش لانهي رابطة وصفية توصف الغير عقل ولا للمكان لو بتكلم على مكان ولا ذات رابطة الخبرية ولا حط الفعل هز طبعا الفعل هز مستبعد لانه دول جملتين وعندي هنا الـ وعندي الـ وعندي الى وعندي في الجملة التانية دي شخصية وبعدين في الجملة وراه على طول يعني حكا او يخيط يعني امام العلم الاول العلم امريكي طيب هل اختار ويتش ولا ولا ذات بناء على اختبارات دول لا هي هتبقى وير يا شباب طب ليه لانه ودني مكان بيقول ورابطة التي تستخدم للتعبير عن المكان هي وير مش ويتش ولا ايرو طيب يا شباب مع بعض نمبر سيكس وكاتب كلمة طيب هل استخدم ولا فقط ولا فقط ولا طيب دول جملتين يا شباب وحنستخدم هنا الأدق والأصح واحد يقول ليه هنستخدم رقم دي يا الاجابة صحيح قولنا ان الرابطة دي هتربط بين جملتين طيب واحد يقول طيب وفين الجملتين انا مش شايف الجملة واحدة اتز قوله ايوة الجملة الاولى كان اصلها كده مثلا يبقى هنا دي جملة كاملة طبقا ما غيرها باستخدام لان انت عارف ان في فرق بين استخدام وبيكوز فيبقى اضق من فور هنا مش هتديك معنى ومش هتبقى سليمة وذا فقط يبقى كده المعنى مش هيبقى مكتمل يعني انت بتشرح تاني وبتقول فاعل من تاني وجملة تانية خالص يبقى ذا فقط يبقى ما تحتاجش انت تحط هنا هتقول على طول وهو طبعا زي ما انتم عارفين هي رابطة ظرفية زمنية بتربط بين حدثين وقع احدهما في الاستمرار والاخذ في الماضي البسيط يعني بينما او اسناء فطبعا هي اضق اجابة وشوف مع بعض يا شباب اللي بتكلمني على وخلي بالك بقى ان ده بتاعي وهجيب هنا بين الاتنين كماز اللي هو اللي بتكلمني عن اسم الفاعل اللي بيساوي الفاعل طيب وبعدين ده يبقى ده عائد على الاتنين دول واحد بيساوي التاني وشرحوا يبقى هل حضرتك هنا محتاج تحط فعل في هزي الجملة لأ يبقى اي خيار في فعل غلط يعني خطأ نفعش نختار الاختيار رقم بي طيب انا عايز هنا اسم فعل فقط ماينفعش حرف جر معاي يعني يبقى ضق اجابة معانا هتكون يعني تشكيل للانواع والكائنات الحية اي انا لازم استخدم رقم دي اللي بتكلمني على الشكل لانواع الحيوانات البيولوجية وهنا في الجزئة دي اللي اختارت معايا رقم دي لانها لم تحتوى على اي فعل لان انا محتاج تفصيل يعني كاني بعمل شرح الكلمة اللي هو التنوع او التخصيص تمام يبقى هو التشكل وتكوين نوعيات بيقول يعني في حالتها النقية التي تعبر عن تنقل البدائل ليست لها اهمية الاستخدام بات سبيس ولكن مسافة مع المواد الاخرى انه بيكون شديد الغاية في الاستخدام بتاع المعدن تمام طيب هل اخطر ان اختار هل اقول الهوين يعني حط الفعل او الصفة دي قبل رابطة ولا وما حط رابطة ولا مسلا اقول وحط فعل في الاول طبعا الاجابة السليمة يا شباب في هذه الجزئية هي تمام اللي اختيار رقم اي واحد يقول طيب ليه مسلا اقول واحد تاني يسأل يقول لي الله طبعا هنا بط موجودة في الجملة انا عنده رابطة حطها ليه اولا دي رابطة للجملة التين اللي هي الجملة الاولى دي تمام وفيما بعدها طب الجملة فيما بعدها اصلا عبارة عن جملة تانية تمام يعني لازم محتاج رابطة يبقى بط هوين وبعدين فيه عندك زرف زمان يعني حالة زمانية فطبيعي ان انت تستخدم هوين تمام طبعا عايز يقول ايه في الجملة ولكن عندما ترتبط شكل فيزيقي او كيميائي هذه المواد بيبقى لها استخدام نفع جدا مع المعدن ده معنى الكلام طيب انه الصيغة من دول اللي تمشي معايا هل استخدم هوين رابطة بعد بط على طول ايوة هي دي شكلها اصح وادق هتقول بط وين كومباين دفيزيكالي او كيميكالي طب مينفعش اقول كومباين دوين يعني اقول بط وكومباين دوين يا جماعة غلط مينفعش هي تعتبر رابطة واحدة كأن بط ولكن تناقض ولكن ظرفي لو علاقة بالزمن فعلى طول اقول بط وين وليس اي خيار اخر من تلك ودي يعني تلك الغابات الحمراء الظهرت جدا وانتشرت من مليون سنة منذ مئة مليون سنة مضت في الاجزاء الشمالية من العالم طيب هنا زي ما تشايفين حضراتكو ده السبجكت بتاعي طيب خلاص انا كده عندي فعل وفعل مش محتاج هنا فعل تاني بمعنى صح غلط لان ده وكمان غلط ومالقي الاجابة السليمة رقم يا شباب عارف منين الرقم لان ده المصدر مصدرية تمام لان هنا عند ال تاني يعني ازدهرت حاجة من اتنين يصف يناون ايضا ما يصحش معها في المكان ده وايضا خطأ اما الاجابة الصحية يا شباب مع بعض يا شباب في بداية العصور الوسطى اللي هما مؤلف الموسيقى في الموسيقى الغربية يعني يعني استخدموا نظام في تدوين مؤلفاتهم الموسيقية ومسافة التي تم اداؤها عن طريق الموسيقيين طيب تعال نعمل تحليل لهذه الجملة او الجملتين جملة اعتراضية وهي جر ومجرور ما لنجدعو بها خالص تمام الموسيقى اللي هما المؤلفين هنا بقى هنا ده السبجكت بتاعي وده البرب اسم يوز تمام كده وبعدين اروح على الجملة التانية يبقى انا محتاج رابط لان عندي هنا بي بي برفورمت ده يبقى انا عايز رابط وفاعل لذلك هقول صو ذي صو ذي لذلك كد ده جزء من الفاعل تمام جزء من الفيرب يبقى لازم استخدم رقم دي يا شباب كاجابة لهذا السؤال واحد يقول ل بي برفورمت طفين يا حبيبي الفاعل ننفعش ذات برضو ذات هتحول فيني الفاعل وين هنا رابط اوكي ماشي لكن فين الفاعل لازم الجملة تحتوي على فاعل لان دول جملتين والرابط ما بينهم صو والفاعل ذي وكود هنا جزء من بي برفورمت زمن الجملة فأقول ذي كود بي في الحقوق المدنية هي الحريات والحقوق وبعدين مسافة كعضو في المجتمع المحافظة أو الولايات هلأ نبدئيا كده احنا عندنا اتنين في الجملة فيبقى الجملة رقم دي ما تنفعش اوكي دي رقم واحد طيب لو قلت هل تبقى صحيحة لأ طبعا لازم يبقى فيه الأول يا شباب ليه لان انت عايز تقول الحقوق التي ربما يحصل عليها الشخص التي يبقى هنا في رابط محزوف اسمها that او which تمام طيب لازم اجيب بعدها الفاعل لذلك الاجابة هتكون رقم سي فاقول كده الحقوق التي الشخص ربما يحصل عليه ودي بتعتبر جملة وصفية لمفعول للفاعل تمام يبقى يحصل عليها الشخص هي الاجابة الرقمسية الادق لانها جزء من مفعول لجملة وصفية كان اصلها ذات ابر تمام بيقول ان هذا الكاتب استمتع بالنجاح وبالتأثير في الجماهير مسافة يعني من بين الكتاب السود لهذه العهد او هذه الفترة الزمنية هل اقول كلمة يعني غير متوازي تمام نفس المعنى يعني استخدم اسم تمام ولا اخد صفة كده منتقصة زي رقم ولا طبعا انا مش محتاج ابدا في المكان ده لان هذه جملة واحدة وفيها اسم وال فانا عايز هنا انقاص جملة وصفية هو عايز يقول التي كانت غير متساوية تمام له تأثير هنعمل انقاص جملة وصفية هي كانت اصلها حزفنا الرابطة يا شباب وايضا حزفنا وابقينا على التصريف التالت ليقوم بعمل الصفة ودي مهارة انقاص جملة الوصفية المهارة رقم 13 من جرامر التوف في البداية بيقول يعني فيه نوعين مثلا الخيارات بتدور على هذا الكلام اني فيه نوعين من الاسادييات الضخمة التي هيمنت وسيطرت على شمال امريكا وهم كانوا ونوع من انواع الغزلان تمام تعال نشوف مع بعض هنحط ايه في الفراغ ده هلأ اقول خطأ واحد يقول ليه اقول عشان نحن عندنا فعل اسمه في هزي الجملة وهي جملة واحدة اقول بنوعين يبقى هنا في حرف جر يبقى المفروض في تكملة للجملة وشرح تفاصيل اكتر لا ده مش موجود طب اقول اقول ماينفعش احط فعل في الجملة زي الجملة رقم اي لاينفعش ابدا لاني موجود عندي والجملة دي جملة واحدة وما ليه الاجابة السليمة اقول يعني نوعين من الحيوانات السادية الضخمة كانت مسيطرة ومهمين على شمال امريكا زي ثور وايضا غزال الانتلوب تمام رئيس من رؤساء امريكا وز ادل يبقى السبجكت بتاع ودل ودل وبعدين في مسافة انا بتاع الجملة يعني ان هذا الرئيس او الواحد استوعب او فهم بشكل كبير جدا القوة العزمة وتأثيرها للراديو وامد فرصة لتأخذ الحكومة سياسات تجاه هذا الموضوع مع الناس تمام طيب خلاني شوف هالخيارات المتاحة عندنا بيقول as the first president was as يعني اقول was as طبعا ما تنفعش خالص وفيش was as على طول كده طيب يبقى رقم ايه مستبعه ده the first president that انا عندي هنا رابطة تاني تمام it provided that ما ينفعش ما حطش رابطة ابدا وحتى لو حطينا رابطة يا شباب في هذه الجملة ما ينفعش ابدا يجو اراء طول المصدر بهذا الشكل لازم نحط هنا subject او verb كمان طيب ايضا رقم به ما تنفعش ايضا هذه التركيبة ما ينفعش اقول تمام لازم احط طريقة المنر الظرف بتاع الطريقة اللي هو بعد الفعل مش قبله وبنان عليه الاختيار رقم دي هو الاصح فاقول يعني ليفهم بشكل كامل او بشكل مكتمل يبقى اقول كده فرانكلين روسفيلت was the first president to understand fully the great force اللي القوة العظم شوف number 15 يا شباب during the late 15 century اثناء اواخر القرن الخامس عشر وبعدين مسافة of the native societies للمجتمعات الاصلية او صاحبة البلاد native of امريكا لامريكا had professions كان لديها مهام in the fields في الحقول of artists او في مجالات يعني هنا كلمة fields مش معناها حقول في مجالات of artists and craft للفنون والمشاغل او الشغل اليد و craft تمام طعيب هقول هنا في الفراغ ده ايه هو يعني فقط القليل هو عايز يقول فقط القليل يعني ولا اولا but only not only but also مش موجودة فمش هقدر اختار الاختيار رقم c هقول انه غلط وايضا كلمة but هناك رابطة ما تنفعش معايا في هذا الجزء من الجملة تمام لان دي جملة واحدة فيها had و كل اللي فات ده القليل جدا ده السبجك تمام انا مش خادر اختار رقم c عشان كلمة but ولا ايضا رقم b عشان كلمة but عشان رابط هيتبقى دي الخيار رقم a والخيار رقم d هل من الصح وال مصبوط اقول only a few ولا a few only هنا بقى الشطرة تبقى القصة كلها شباب هي الاجابة السليمة رقم a وده لسبب ان كلمة off دي ما ينفعش اجزة تعتبر اضافة او تجزئة فما عليه لازم only تيجي في الاول وبعدين few تيجي وراها عشان اقول only a few of native societies فقط القليل من مش القليل فقط من بالعرب تنفع لكن من الانجليش لا تمام فيبقى الاجابة رقم ايه هي الاجابة السليمة بالشكل ده شباب هنتوقف لغة هنا دول اول 15 جملة في هذا الجزء بتمنى الاسف الكتير من الناس بيتفاجئوا في اختبار الطفل في قسم الجرامر انه جايب لهم نمازج غريبة ومختلفة ويطلع يقول ده كل حاجة جديدة ويستصعب الموضوع بالمناسبة ما ننساش لو حضرتك عندك مشاكل في الطفل وما قدرتش تحصل من اول مرة تقدر تاخد معنا الكورس لشغال حاليا انا شغال فيه وبشرح فيه حاجات مهمة فيسبوك او على اليوتيوب اراك تحياتي لكل محبي قناة سمارت انجليش يكون في فيديو قادم ان شاء الله تحياتي اليكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته